كما مات في اليوم الأول من السنة الجديدة قام في اليوم الثالث ويليام نصار لم يمت هكذا قال كثير من رواد موقع الفيسبوك الذين كذبوا خبر موته الذي شاع في اليوم الأول من العام الجديد الرجل اختفى ككيان حقيقي وككيان افتراضي بعدما ألغيت صفحته على الفيسبوك إثر موته والرجل الذي يفترض أنه يدير صفحة ويليام الفيسبوكية ألغى صفحته بدوره هكذا اختفى كل أثر لويليام نصار عن الفيسبوك وتحول الرجل إلى خبر يتنازعه طرفا طرف يقول بموته وآخر يقول إنه لم يمت أول من كذب خبر موته على الفيسبوك الزميلة في صوت الشعب فاتر حموي في حين أن صوت الشعب كانت قد نعت ويليام نصار في نشاراتها الإخبارية وكذلك فعل الحزب الشيوعي اللبناني وهو ما تبنته قناة الجديد في تقريرها عن وفاة نصار يوم أمس بعد صراع مع مرض اللوكيميا رحل فجر الجمعة الفنان اللبناني الثوري ويليام نصار الخبر مصدره بحسب الحزب الشيوعي أخت مفترضة لويليام نصار تعيش في أستراليا وصفحتها على فيسبوك تظهر منذ تأسيسها في مطلع عام 2014 حصرية الحديث عن مرض ويليام نصار من دون أن يكون في الصفحة أي صور أو دلالات تشير إلى علاقة أخوة بين صاحبة الصفحة وويليام نصار حاولنا في الجديد التواصل مع أخت نصار المفترضة وطلبنا إليها أن تؤكد لنا موت أخيها بالوثائق لكي نفض الجدل القائمة حول موته ففجئنا بأنها ترد على صفحتها الخاصة وتؤكد أن شقيخها مات وتطلب عدم تسييس القضية هذا أمر يزيد الشكوك إذ إن إثبات موت شخص معين لا يحتاج إلى أكثر من وثيقة وفاة أو صورة قبر أو صورة تشييع أو صورة جثة أو أي إثبات حسي آخر وهو ما لم يتوافر في قضية ويليام نصار هل مات حقا؟ هل قام حقا؟ على الغالب تصح فيه قصيدة لطلال حيدر مع قليل من التصرف في ناس آلوا مات في ناس آلوا ما مات في ناس آلوا فتح عتم تخيالوا وفات